في طريق العراق الحديث برعت الأجهزة الأمنية منذ تحرير البلاد من براثن الإرهاب الدعاشي عام 2017 بإعلان نصر مؤذر برعت في إنجاز مهمة الاستقرار الأمنية على صعيد عالمي حيث هزيمت أعتى عصابات الإرهاب ومن بين تلك الأجهزة الأمنية كان جهاز المخابرات الوطني العراقي ومنذ تأسيسه عام 2014 سعيا على الدوان في بناء استراتيجية استخباراتية تعمل على تحقيق هدفها الأهم بتفكيك مجميع الإرهاب وفي ذكر تأسيسه العشرين يؤكد رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني دور المخابرات العراقية في حماية الأمن القومي وأدرك العالم أجمع على ما قدمه الجهاز من عمليات أنتجت نجاحة كبرى حيث تمكن من استهداف عدد من القيادات الإرهابية ومن أهمهم أبو بكر البغدادي وخليفته المفترض عبدالله قرداشة ومن أبرز إنجازاته إلقاء القبض على غزوان الزوبعي الملقب بأبو عبيدة بغداد المتهم بمسؤولية عن تفجير الكرادة القضاء على أبو ياسر العيساوي يطلق على نفسه نائب الخليفة ووالي العراق في تنظيم داعش الإطاحة بقيادات من تنظيم داعش الإرهابي في دولة غير مجاورة للعراق عملية الشهاب الثاقب التي أسفرت عن اعتقال وتفكيك شبكة من 31 مرتبطين بتنظيم داعش اعترفوا بتنفيذ 52 تفجيرا في مناطق مختلفة من بغداد لجهاز المخابرات الوطن العراقي صلاحية جمع المعلومات وإدارة النشاطات الاستخبارية ذات الصلة والمتعلقة بمكافحة التجسس وأعمال أخرى تهدد ديمقراطية العراق والإرهاب والتمرد وإنتج إسلحة الدمار الشامل سواء كانت أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو نووية وإنتج المخدرات والإتجار بها والجريمة المنظمة الخطرة ترجمة نانسي قنقر